سيد صديق دين دون اهلا بيك اهلا بيك منور الدنيا انا السعيد انه موجود معك الله يخليك سيد صديق خليني واحنا بنفتح صفحة يناير 22 وهو عام جديد يعني يدخل بنا الى مستقبل جديد بإزدالنا خليني اتوقف عن البرلمان هنا وانت عضو البرلمان للدورة التالية على التوالي وهذا امر لو تعلمونا عظيم خليني اسأل عن الملامح الاساسية بعد يمكن الدورة التشرعية العادة للبرلمان انه المفاقية التوجهات الاجبر وضوحا او التغيرات الاكتر بروزا ما بين الفصل السابق والان مع بداية دور لانعقاد الداني قدمنا مشروع للتعليم قانون جديد اسمه قانون مفاوضية التعليم احنا شايفين يعني لغط كبير جدا في البلد خلال فترة اللي فات وحضرت شفت معركة او ما يصطلح على انه معركة مع ملف التعليم بسبب ربع ابتدائي إلغاء التشعيب في سنوي اقارات اللي الناس متخيلة ان اقارات فرض وزير والوزير يجي يقول لا ده انا معايا خبرات بس احنا ما بنشوفش الخبراء الخبراء عايز انهم يجوا البرلمان ما بيجوش البرلمان فاللي بيعرض الوزير نختلف طيب ده قدرت تنفيذه على الارض مثلا لما بتيجي تطبق منهج جديد وانت عندك وحضرتك ذكرت ده قبل ما انا بقى معاك على الهواء حوالي 300 الف معلم عاجز مش انا اللي بقول ده انت اللي قلت طيب لما اتحرك الملف بغلمانيا ان الحكومة اجتمعت واجتمعت بالوزير رئيس الحكومة اجتمعت بالوزير وبقى فيه خطة لانهاء هذه الازمة خلال خمس سنوات طيب هو انت قلت هتنفذ المنهج ده ازاي مع عاجز 300 الف معلم مع منهج محتاج 180 يوم دراسة وانت عندك 100 يوم فقط الاسرة بتحل محل المدرسة تستقضي المدرسين فيزد انفق على التعليم احنا قلنا بقى انه لما بيكون الافقار قائمة مش احنا كبرلمان كلمني انا كاقلية داخل هذا البرلمان هناك انت في المخصصة مسئولات اضامنية برضو ثم انه وزير التعليم لما جي البرلمان يهي قدامكو كلكم فحيلا لا لا بس كل واحد في النهاية بيبقى مسئول عن ادائه عما قاله في مواجهة الوزير انا لا احاسب مع الجميع انا احاسب عن ادائي انا ولكن في النهاية المنتج في النهاية منتج برلماني فلذلك الوزير لما جيه احنا حاسبناه وجهناه بحقائق ومش على فكرة ما كانش الاقلية اقلية واغلبية وجهت بنفس الحقائق فما كانش هنا الحقائق مختلف عليه عندك عجز وانت اللا ايه لان عندك عجز عندك مشكلة في تدريب المعلمين الجاهزين على التعامل مع المناهج الجديدة اللي موجود ده لازم تقدم حلول لازم الحكومة طب بعد 48 ساعة القاء رئيس الحكومة مع الوزير ويبقى المالية مكلفة مع التخطيط بادماج حوالي 150 الف معلم خلال خمس سنوات وتفوير لاننا احنا ندخلين على موازنة جديدة 22 23 لو ما ظهرش رقم في الموازنة العامة في ملف التعليم يساوي تعيين 50 الف 60 الف 100 الف مع قواعد بتقول ده هيتم ازاي مع الحالة مشكلة 36 الف وال120 الف من غير ما يكون العناوين دي بتساوي دردارة مشاعر للناس انا عايز معلم مضرب على رأس عمله جاهز لاداء المنظومة عشان تخفف عن الاسرة المصرية عشان تقدم جيل مختلف يقدر يعمل المواجهة مع المشاكل اللي المجتمع بقى بيقابلها كل يوم بالاحتكاك الكبير وانا باخد من كلام اللي انت بتقوله فكرة مديانة ريف وتحضيره وفي حالة الانفتاح وفي حالة السيولة اللي موجودة بالسوشال ميدي المفاجآت اللي الناس بقيت بتشوفها اقدر اقاموا ازاي بتعليم حقيقي انا ببني ثقافة الناس ووجدانهم وبشكلوا ازاي ما هو من خلال المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية والمؤسسة الثقافية لما بيكون كل دول مطورين اخدين حقهم بشكل حقيقي مؤمنين بانه فيه غصيد ثقافي وحضاري لدى الدولة المصرية لابد ان احنا نقدمه لولادنا حقيقة فيه مناهي جديدة كويسة جدا وبتقدم منتج تعليم وهيبقى ليه مخرجات هاي لا بس التكلفة على الاسرة الجهوزية لتنفيذ ده الوقت اللي تعالي الارحية وانا بعمل ده اللي هيحافظ انا قلت له كده في البرلمان اللي هيحافظ على الماكن اللي هيحافظ على الطريق النهاردة فيه حادثة فيها عشر عربيات الخمسة ربنا يرحم الموتة في هذا الحادث وندعو بالشفاء لللي اصيبه دي قزمة سلوك ماينفعش اشايف حالة السلوك العام غير منضبط وانا ما عنديش رقابة حقيقية وما عنديش تغير منهجي او مسلكي يقدر ان هو يواجه ده معركة البناء في الانسان المصري موازية احنا كنا دايما نقدمها اصبحت موازية من وجهة نظرنا لما يتم على الارض من بناء في الحجر بالمنشآت وبالعواصم وبالطرق وبحياة كريمة اللي هيحافظ على الطريق اللي رايح لحياة كريمة هو ان المقاول والعامل ما يرشش في تنفيذ هذا المشروع في ان الراجل والابن والطفل والبنت اللي ماشيين في شوارع هزر قرأ ان هيحافظ على كل جمال هيتبناله لانه بيحسوا ان هو جزء فكة زرع الانتماء لهذه الارض من خلال منظورة متكاملة لما بنقدم قانون مفوضية التعليم احنا ماشيين في هذا المصار لما يبقى على سبيل المثال عندنا مشاكل متعلقة بقانون التأمينات والمعاشات ولو حضرتك نزلت الكاميرا بتاعتك ومصر كلها في كل القطعات الصناعية سواء العمالة المنتظمة او غير منتظمة او تصفية شركات في القطع الأعمال العام هتلاقي مشاكل مع قانون 148 لسنة 2019 احنا موقفناش ساكتين زي ما قدمنا في مشروع مفوضية التعليم قدمنا تعديلات من وجهة نظرنا واحنا لا نمتلك الحقيقة المطلقة بتعالج كل التشوهات اللي شمالها قانون 148 لسنة 2019 قضية دي وحيدة ليست قضية وحيدة قانون التأمين الصح الشامل في ظل النهاردة احنا دخلين على عامين من جائحة كورونا وشايفين ان مستشفيات الصدر والحوميات غير مشمولة داخل هذه المنظومة قدمنا مشروع قانون عشان نضم مستشفيات الصدر والحوميات ويبقى بصير المشروعات دي بين اولا بعد ما بتعد المشروع وبعدين احنا بعد المشروعات برضو يعني مبل استكمال مع بيوت خبرة خارجية يعني الناس بتبقى قائمين مدروسة ومقننة مش مجرد اجتهدات شخصية غير مدروسة بتستو فيها بالشرائط الشكلين انت بتجيب عليها توقيع ستين نائب واحنا برضو انتهاجنا منهج مختلف نروحنا قابل حزب الأغلبية ونقدم له نسخة قبل ما نقدر مشروع القانون نقول له هذا منتجنا لو سمحت راجعوه بصوا عليه ولو عجبكم اتبنوه واحنا ممكن نقفو ظهركو او وقعونا عليه لان انا مطلوب مني ستين توقيع وانا لا أملك الستين نائب عشان يقدر قانون يمر الى ابواب البرلمان حتى يحل اللجنة يروح لاجل اقتراحات الشكاة لا اقتراحات الشكاة ده مصر اخر لا يحل الى اللجنة المختصة يعني مثلا في قانون تعديلات قانون التأمينات وانا عشان يروح لقوة قوة قوة العاملة قانون التأمين الصحي الشام هيروح قانون صحة معدمين مشروع هيئة الملكية العقارة التوصيح وفي داخل اللجنة مثلا على سبيل المثال ازمة الشهر العقاري في مصر ولو حضرتك فاكر المادة 35 مقار اللي عملت لغط والرئيس تدخل معنا وقدرنا ان احنا نعطلنا مدة سنتين ما استنيناش بعد ما يمر السنتين ونقول الله هلما السنتين مروا عملنا تعديلات شاملة مع اتحاد موصق مصر لقانون جديد درسنا منذ نشأة الشهر العقاري في مصر بالقانون 114 لسنة 46 ايه الاسباب اللي قامت على اساسها مشكلة الشهر لانها ولدة مبتصرا كان فيه الاجانب موجودين والاحتلال موجود في مصر فبدلا ما نروح للشهر العين روحنا للشهر الشخصي عشان الاجانب بيشتري وبيبيع فبدلا ما تشهر العين نفسها بقيت بتتعامل مع الشخص اللي ملك هذه العين وبعد كده عملنا قانون السجل العيني من تشوهات ومن ترقيعات لترقيعات فاصبحنا محتاجين ان احنا نعمل تعديل جزري في قوانين الشهر العقار درسناها وقدمنا المنتج المصير بعد كده هيبقى مصير اغلبية هل الاغلبية هتوفق؟ يعني هذه المشروعات قدمت الاجانب المختص حالها حالها البرلمان قانون اللجنة شهون الدستورية والتشريعية كل مشروع راح ما نعرفش مصيره لا يعني هم يعني مما بين تقريبا الاسابيع الثلاثة الماضية الاربع مشاريع قوانين هذا ليسه تزاق جدا اه طبعا يعني خلال الاشهر القادمة المفتوض ان يكون بان ده جهد ممتاز خليني اروح من ناحية لانه طول الوقت لما بتقل ان المعارضة او اللي لا وجهة نظر مختلف ما بتطرحش حلول مهتمة بالهدم فقط مهتمة منها بتقول تعمين مخيل بتقول شعارات يعني فانت بتقول ان احنا بالعكس احنا عندنا مشروعات قوانين مقدمة بالفعل وفي قضايا شديدة الاهمية والحساسية طيب خلينا نكلم عن البرلمان يعني كمنجز يعني طول الوقت المجتمع الشارع عايز ايه من البرلمان عايزه انه يرائب ويشرع ويحاسب ويسائل هل انت شايف انه الشارع المصري يشعر في برلمانه في الضورة الانقادة التانية هم الا سنتين هذا الاداء المختلف ولا انت شايف انه البرلمان مش موضع اهتمام ومتابعة وشهرة لدى الشارع بالقدر الذي كان موجود في ظروف سابقة البرلمان ده اقمن بالمنتج يعني لما تيجي تحتكب قضية زي قضية التعليم بتلاقي حجم مشاهدة غير طبيعية على احاديث كل النواب المتمن لما تنتقل الى ملف اخر على غير اجندة واهتمام الناس او مؤذي لمشاعر الناس او هيمد ايده في جيوب الناس بيلتفت الناس عن البرلمان وكانهم مش شايفينه بس فيه مطلب اخر يعني بتقولي انه اول ما بنقول قضايا فيها الدفاع عن الناس الناس وتماس حتى لو ممكن ان انت هتطلع شيء على غير رغبة الناس بس تلما ان القضية مطروحة هتبص تلاقي فيه اهتمام بالشأن البرلماني بتحسوا التدفى المتابعات لكل وفي احاديث الناس معانا حتى في الشارع انعكساته ده بتبقى يعني باللحظة احنا بنطالب من الفصل التشريع الاول يعني لانه في الظروف يعني كانت قاسية على الجميع حجب البرلمان عن الناس معانا من زمان يعني انا افتكر ان كنت تفتح التلفزيون تلاقي البرلمان فتقلب على ما تشكوك نحن برضو ده اجا فيه ستة ورص الظهر بعد الناشط سادسة المحلية مختصر 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 حتى حتى ايجي تنرجع للمختصر لو ما كانش فيه ازاعة مباشرة للجلسات على الاقل تضع المواطن او المهتم من المواطنين او من يبحث على العراقلين انا انا عن نفسي يعني في انتخاباتي كنت اخطب الناس بجملة شاي انا كل واحد شايف مصر من شباك مش هتطلب من الناس انها تتابع البرلمان في كل الملفات اللي تهمه تهموش ولا في اي ديمقاطية في العالم حد الناس بتتابع اللي يهمها صحيح بس اللي عايز يعرف حددته لما هيفتح يلاقيها لما عايز يعرف اللي حصل النهاردة في المشكلة اللي تهمه يفتح يلاقيها ما يبقاش مضطر ان هو يعوح يدور عليها ويشوفها مكتزقة او بالشكل اللي مطلوب ان هي تتقدم له فيه حق الناس ان تشاهل عشان تقيم عشان ما فيش صفحة للبرلمان بتزيع بتقول في صفحة على اليوتيوب صغيرة ما بتجيبش كل الاحداث احنا محتاجين احنا منتقلين من حالة القناقة اللي ممكن كانت متوصفة بيها الفصل التشريع الاول لحالة التفاهمات اللي ممكن يكون قائم عليها الفصل التشريع التاني وانا على الضفة التانية من الرؤية مش من النهر خليني انصحك في معاقع الاغلبية ان الناس محتاجة تشوفك لانك انت هتروح للناس بعد كام سنة تطلب تقييمهم لادائك فاذا الناس مش شافتكش ممكن تبقى عامل حاجات كويسة والناس ما عارفت حياش وممكن تبقى عامل حاجات مش كويسة عند اللحظة ولكنها يبان يبان مستقبلا انها كانت ذات تأثير جيد فيحسب لك ايضا انك قد تتخذت هذا الموقف في هذا التوقيت كثير من القضايا ممكن تكون حساسة وشديدة الخضوقة والحساسية ولا يعلم عنها الناس لانها ليست على جدول وانت بتخلق الوعي كمان دورك كأحد مؤسسات الدولة الثلاث ان تشكل الوعي بان برلمانك بيناقش كل كبيرة وصغيرة السيولة السياسية وحالة الحرية في تدافع الافكار هي كمان بتخلي فيه جسر من الصقة ما بين المجتمع والبرلمان الاعلام لابد ان هو يساعد في ده بانه يعرض البرلمان يعني ممكن فيه سنوات مرات فيه حالة تعتيم عن البرلمان انا شايف ان فيه حالة انفتاح البرلمان ومناقشة القضايا اللي موجودة بتبايناتها موجودة حتى ملفات الناس تدفع تجاه مناقشتها في البرلمان علشان ليه ما بتتنقش ما انت ممكن تعرض المبهرات مقبولة او غير مقبولة في النهاية لا تنصب من نفسك يعني حكما على ارادة الناس وانها تختار خلي الناس هي دايما الفئدها الميزان لان الناس احنا من وجهة نظرنا كمان ان حتى بالفقر وبالجهل والمرض ميزانها حساس وتقدر ان هي تفرز ودايما فرزها فرز مزبوط شكرا جدا سيد النائب اشكرك للغاية اسعتيني للغاية شكرا 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 وإلى فصل